بعض ابناء جروا في الصغر حتى موجودين فيه كربلاء والنجف حتى لطمينان لكن يوم ما حقيقة أقول لك بالصلاة من خلال قناتكم وهذا انصاف وموضوعية كل المناطق التي عادة إليها النازحون لم يسجل عليها أي خرق أمني وهذا يعني أنهم حقيقة تم التأهيل الحقيقي لم يكونوا كما يتصور البعض أو يتوهم أو يحاول اتهام النازحين هذا ظلم يعني عانوا معاناة النزوح زين التدقيق الأمني مو يمكن مو يمن الله شغلكم إغاثة وشغلكم إعادة زين مع ذلك القرار الحكومي كيف شكله الآن يعني الرؤية الحكومية التصور الحكومي إنهاء كامل لملف النزوح ويعادة جميع النازحين وفتح جميع المناطق أمام أهلها هذا يفتح هذا القرار زين وإذا كانت هناك معضلة أمنية معينة بالتأكيد يختار مكان آخر طبعا أنا ذكرت هذه معضلة على شخص أو على عائلة أو على فرديين عند مشكلة في منطقة معينة بديالة يستطيع أن يسكي في بعقوبة بدل فرض مقدادية إذن يجب أن نضع حلول اليوم الدولة حقيقة صاد علي ما تعامل بروح الثأر والانتقام الدولة الأب الأكبر ولذلك تعامل معهم بروح وطنية إنسانية وأعتقد اليوم أنا حقيقة يعني أفتخر إن من يعود إلى مناطق يستقبل أحسن الاستقبال نحن طبعا قبل ذلك نبدأ حقيقة بحوار مع الأهالي حتى نهيئ ظروف العودة ما حصلت مشاكل نهائية؟ إلى الآن حقيقة عمليات ثأر مثلا ما حصلت انتقام؟ لم يسجل أي انتهاك وبالعكس وجدنا هناك تجاوب من قبل العشائر بل هم يطالبون بعودتين نعم هم يطالبون بعودتين